طيب النصيحة السادسة بالمناسبة عايز اقول لكم نصيحة بس على النشرة برضو قبل ما نروح للنصيحة السادسة وانتو بتقروا لما تيجوا للجزية بتاعة الاعراض الجانبية ما تتخيلوهاش بقى على ولادك او لو انتو حتى كبار وبتاخدوا الدواء ما تعدوش تقولوا ايه ايه ده الاعراض دي كلها اه دي جاتلي ممكن حاجة اسمها بالإحاء كده لا الاعراض الجانبية دي بس اشرح لكم فلسفة الموضوع الاعراض الجانبية دي قبل ما يصرح باي دواء في اي مكان في العالم بيجرى تجارب على الشق البشري يعني على ناس متطوعين كده بتعمل عليهم تجارب الأدوية يعني بإرادتهم هم موافقين فمثلا بيعملوا تجربة مثلا على الف مريض تمام الالف مريض دول بيرجعوا ويسألوهم بقى انت مثلا حصل لك صداع فتلاقي مثلا اتنين تلاتة يحصلوهم صداع عشر تنفار يحصلوهم مغس عشرين واحد حصلوهم غمامان نفس الباقي ما حصلوهمش حاجة فلازم في العلم يعني الحاجات دي تكتب عشان كده حتى تلاقوا في الاعراض الجانبية يقولوا ايه من الاعراض الجانبية الشائعة ومن الاعراض الجانبية قليلة الحدوث ومن الاعراض الجانبية النادرة تمام ما تقعدوش انتوا بقى وانتوا بتقروا النشرة عشان بس أنا نصحتكم نصيحة ما تجيش يعني على دماغية ما تقروش النشرة وتقولوا إيه آه ده الأعراض دي كلها جات لنا أو هتيجي ما فيش حاجة هتيجي بعد الشهر ده هو أنا أقولت لكم دي تجربة علمية قبل ما يطلعوا الدواء للأسواق العلمية والطبية والدوية فلازم يذكروا هذه الأمور النصيحة السادسة إننا لازم نهتم جدا جدا بقراءة تاريخ الصلاحية يعني وإحنا بناخد الدواء كده من الصيدلية أو حتى لو بعثنا جبناه وجابهولنا في البيت لازم نقرأ تاريخ الصلاحية وبمناسبة تاريخ الصلاحية عايز أقول لكم لما تقروا مثلا إن تاريخ الصلاحية مثلا مثلا يعني شهر مثلا فبراير 24 24 أو مارس 24 اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحية التاريخ ده بيبقى المقصود بين هاية الشهر مش أول الشهر يعني فيه أدوية بتبقى مكتوبة باليوم إنه مثلا ده وده هيخلص يوم مثلا 24 فبراير 24 وفيه أدوية تانية تبص ليوم كانت بين الشهر وبعدها السنة فأنتوا لما تلاقوا الشهر اعرفوا إنه هما المقصود آخر الشهر مش أوله تمام النصيحة اللي بعد كده أولا الدواء المنتهي برضو الصلاحية دي نقطة مهمة أولا لو فرضا حد خد دواء منتهي الصلاحية خلاص الدواء ما بيكونش مضر ما بيكونش مضر دي نقطة مهمة ومحدش بيتكلم فيها خالص خلاص بس بشرط إنه هو ما يكونش فات على انتقاء الصلاحية أكتر من ثلاث شهور خلاص أنا قلت إيه مش مضر لكنه غير فعال بالشكل المطلوب غير فعال بالشكل المطلوب خلاص فأنا نصيحتي إنه الحكاية دي خلوها مثلا يعني في الضرورة القصوى مش تروحوا بقى أنتوا يعني تلاقوا الدواء اللي ناقص اللي ناقص على تاريخ صلاحيته مثلا أسبوع ولا حاجة وتقولوا إحنا هناخده شهرين فنقوم ناخده خدوه بس أنا بقولكم هتبقى الفاعلية أقل هو مش مضر مش سام اللي قدر الله ولا مضر ولكن الفاعلية الدوائية بتكون أقل تمام؟ النصيحة السبعة إننا لما نرمي الأدوية اللي صلاحيتها بقى انتهت يعني بنراجع كده على الأدوية اللي عندنا فده بصفة عامة أنا بتكلم دقتي بصفة عامة مش بس أدوية أطفالنا طبعا أدوية أطفالنا في القلب من اللي أنا بقوله دا يعني لازم نتخلص منها بطريقة حاسمة طريقة إيه؟ حاسمة علشان غيرنا ما يتضرش يعني إيه طريقة حاسمة؟ يعني لو أدوية شرب صلاحيتها خلصت بنفرجها في الحوض ونسيب عليها المية لو أدوية أقراس ممكن تدوب مثلا ندوبها في مية آه نبزي المجهود لأن دا حاجة لوجه الله احنا بنعمل حاجة كده عشان ما حادش غيرنا يتضر بندوب كده الأدوية دي في مية ونرمي برضو المية طب لو ما بتدوبش نكسرها خلاص ونرميها بعد كده خلاص وإن كنت أنصح إن حتى الأدوية اللي بتتكسر دي تدوب بعد كده في المية دا إذا كانت مغلفة يا لأن في أدوية بتبقى مغلفة كده فما بينفعش الدوب لأن إحنا نكسرها كده الأول بعدين ندوبها في شوية مية ونرميها ليه أنا بقول لحضراتكم هذه النصيحة الغالية خلاص لأن في مجرمين مجرمين أنا بقولها هو باللفز بالشكل واضح ولا التباسة فيه في مجرمين بيستخدموا الإقراس دي لما بيحصلوا عليها من القمامة خلاص يعني بيعودوا كده يعني الحاجات دي بتتباع عايز أقول لكو يعني خلاص ويا إما أنه هم بيعيدوا تغلفها أو بيبيعوها لأماكن أخرى على اعتبار أن الأماكن دي مثلا ممكن ميبوش مهتمين أوي بقراءة تاريخ الصلاحية يعني حاجات أحيانا بيعاد تغلفها فأنا بقول لكو لا ضرر ولا ضرار لما يبقى فيه دواء أنت عارف أو أنت عارف أنه ممتعي صلاحيته تخلصوا منه بشكل حاسب ما تقولوش إيه وأنا لسه هاعد بقى واشير اعملوا ده ويعرفوا أنكم بتعملوا عمل خير خلاص عشان غيركم الآخر ده اللي أنتوا بتعرفوش ما يتضرش لا هو ولا أولاده النصيحة التمنى بخصوص برضو الأدوية هي ضرورة التأكد أن الدواء الذي تم شراءه هو نفس الدواء اللي وصفه الطبيب هتقولوا لي الله أمال يعني إيه هقول لكو لا أحيانا بيكون فيه زيادة حرف مثلا منفصل يعني الدواء مثلا خلاص دواء وبعدين مثلا كلمة إتش يعني فيه منه عادي وفيه منه هو نفس الدواء وشارطة كده إتش أو دواء وبعدينها شارطة كده إن خلاص فأحيانا في الصيدليات بيحصل خطأ في بعض الصيدليات وبيتم صرف نفس الدواء لكن الدواء التاني أقول لكم على حاجة تانية أحيانا بيحصل عشان كده النصيحة بتقول إيه نتأكد أن الدواء ده هو اللي مكتوب في الرشدة نقرأ كده الرشدة أو نخلي حد يقرأه لنا لو إحنا بعد الشر يعني مش عارفين نقرأ هو ده هو ده آه ليه؟ لأن فيه أدوية ممكن تبقى هو الدواء آه بس التركيبة بتاعت أطفال أكبر سنا مثلا أو دواء بتاع كبار أنتوا فهمين قصدي يعني فيه أدوية بتبقى للردع للردع وفيه أدوية بتبقى نفس الدواء بس للبالغين أو للأطفال يعني أكبر شوية فيه أدوية للبالغين بقى لهم كبار فإحنا لازم نتأكد أن الدواء ده هو اللي تكتب لابننا أو بنتنا في الرشدة الطبية وطبعا لقدر الله لو حصل اللي أنا بقول عليه ده أن الدواء حصل فيه اختلاف سواء في الجرعة أو دواء تاني غير الدواء الأصلي بيكون فيه خطورة على الطفل فإحنا نتجنب ده بإن إحنا نطبق النصيحة التامنة اللي أنا لسه بقول لكم عليه النصيحة التسعة النصيحة التسعة دي بخصوص بدائل الأدوية مش أنتوا بتعرفوا كده ما تروح يقول لك الدواء مش موجود بس فيه بديل تلاقوا في الصيدلية بقول لكم كده وفيه ده كاترة الحياة شطار ببعارفين من الأول يقولوا مثلا إيه الدواء ده ممكن يبقى ناقص فأنا بقول لكم البديلة هو أو بيكونوا هم عندهم مرونة يعني إيه يقول لك أنت روح الصيدلية ولو ملقتش الدواء يكلم العيادة فتلاقي الممرد أو حتى الدكتور نفسه أحنا فيه ناس أفاضل يعني الدكاترة فيهم ناس يعني بجد ناس يعني كلهم شرف وكلهم عزة كده وكلهم ضمير تلاقي الدكتور نفسه يكلم الصيدلية يقول له الصيدلية يقول له فاندم ده مش موجود إيه رأي حدك ندي ده يقول له آه تمام على يعني أسوأ الفروض الممرد أو الممرضة بيدخلوا يسألوا الدكتور المريد الفلاني اللي كان عند حضرتك الدواء الفلاني مش موجود فهوما بيقولوا البديل ده هيقول لك آه أو لأ تمام كده الحقيقة إنه في المطلق أو بشكل عام يعني هقول لك إيه المفروض فيه ناس تقول لك إيه ما تسمعش كلام الصيدلي بس أنا بقى هقول لكه عكس اللي أنتوا متوقعين لا المفروض نقبل باقتراح الصيدلي بتقديم بديل للدواء أحيانا بديل للدواء المكتوب في حال عدم توفره خلاص لكن أنا زيان بقول لكه نقبل بكلام الصيدلي ليه لأن كتير جدا جدا من الصيدلة 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 مش اللي بيشتغلوا في الصيدليات أظن الفرق واضح لأنك ممكن تلاقي اللي عمال يتعامل معاك ويجيب لك الأدوية ويحطها وبتاع وممكن يكتب لك حتى الدواء ده بيتخد إزاي ليس له علاقة بالصيدلة لها من قريب ولا من بعيد ودي حاجة أنتوا عارفينها وأنا عارف أنكم عارفينها خلاص فإذا كان صيدلي كتير جدا من الصيدلة بيكون عندهم كفاءة الحقيقة وشطار في تقديم البدائل بصورة يعني صحيحة مليون في المية لأن دي شغلتهم ودي دراستهم فهم بيجيبوا لكم البديل على أساس إيه عشان بس تبقوا أنتم في الصورة ما تفتكرواش أن الصيدلي بمش عارف شغله أو أنه بيداري الدواء الأصلي عليكم هو بيجيب نفس المادة الفعالة لكن مع اختلاف الاسم التجاري أي دواء في الدنيا هاتوا دلوقتي كده وأنا بتكلم ولا في الفاصل اللي جاي على طول ده هاتوا علب الدواء هتلاقوا اسم الدواء مكتوب الكبير وتحتيه اسم مكتوب بخط صغير صح كده؟ الاسم اللي مكتوب بخط كبير ده اسمه الاسم التجاري والاسم اللي مكتوب بخط صغير هو الاسم العلمي اللي مهم في الطب والصيدلة الاسم اللي تحت مش اللي فوق فهتلاقي نفس الدواء ده نفس الدواء ده موجود لو انت بس عندك علبة سابقة تلاقي دوين ما نلومش أي علاقة ببعض في الأسامي اللي فوق لكن نفس المادة الفعالة اللي هو الاسم العلمي بس دي شركة ودي شركة